الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية معكدا تقديره لآدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري وقال الرئيس السيسي إن نجاح الحقيقي لمصر تمثل في مستويات المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة وفي رسالة بعثها الرئيس الجزائري للرئيس السيسي أكد تابون حرص بلاده الدائم على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة مع مصر في مختلف المجالات إلى أفاق أرحب مشيرا إلى أن إعادة انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة هو تمكين له لمواصلة مسيرة قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والازدهار وتعزيز دورها الرائد لا سيما في الظروف الإقليمية والدولية الرهنة وفي بكين أكدت الخارجية الصينية أن مصر ستحقق نجاحا أكبر في مجال التنمية الوطنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة أن بكين تنظر إلى علاقتها مع مصر من منظور استراتيجي طويل الأمد أكد وزير الخارجية سمح شكر ضرورة العمل على توفير الملاحة الأمنة في البحر الأحمر ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقاه شكر من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تناول التحديات الأمنية بمنطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق بباب المندب وتأثيرها على الحركة الملاحة في البحر الأحمر وخلال الاتصال استعرض بلينكين مع شكر جهود واشنطن لمنع نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم والعمل بكافة الوسائل للحيل التي دون وقوع ذلك وقعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة وقال جيش الاحتلال أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطيرة يرتفع عدد قتل الجيش الإسرائيلي إلى 130 منذ بدء العمليات البرية بقطاع غزة وفي حي الرمال بمدينة غزة ألقع قصف إسرائيلي على برجين سكنيين شهداء ومصابين بينما لا يزال العشرات تحت العنقاد كما قصفت قوات الاحتلال بشكل مكثف منطقة بيت حنون مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين أرجع مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة إلى اليوم بعد إرجاءات سابقة ومتكررة لسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح وبحسب مصادر دبلوماسية دعت المساودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات إلى تعليق العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إفساحا لإدخال المساعدة الإنسانية وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة الأتقالات والمدهمات لبلدات ومدن بالضغط الغربية المحتلة وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابت فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلوس وفي جنين وقعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب المدينة كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتين توباس ومدينة تومون شمال الضفة الغربية وذلك وسط إطلاق النار كثيف من قبل الاحتلال أكدت الولايات المتحدة أن الهجمات التي يشنها مسلحون على سفن بالبحر الأحمر يجب أن تتوقف وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة وشركائها سيواصلون حماية السفن من الاستهداف وأطلقت الولايات المتحدة عملية متعددة من سياد بقيادة واشنطن ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر لحماية التجارة يؤدي اليوم أميرة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمينة الدستورية أميرة للكويت أمام مجلس الأمة يأتي ذلك إعمالا لأحكام المادة 60 أمينة دستورة بعد وفاة الأميرة الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مشاهدين انتهى مجزء الثامنة ونعود لإستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل